بسم الله الرحمن الرحيم هل ممكن الطفئ الرضيع يتصاب بالدودة الدبوسية الطفئ الرضيع ممكن يصاب بالدودة الدبوسية في اذا كان الطفل بيقوم بالسحف او الحبي وبيمدي ايده وبيتناول الاشياء من الارض كمان الاطفال اللي هي بتشرب المية عرضة انه ممكن تكون المية دي ملوسة ببويضات الدودة الدبوسية كمان الاكل الصلب كمان ممكن يحتوي على البيض بتاع الدودة الدبوسية كمان الاب والام ولا الجدة او الاخوات لو بتاكل الطفل بايديها ممكن يكون تحت اضافرهم اضافر بتاعتهم ممكن يكون في بيض للدودة الدبوسية ازاي الدودة الدبوسية بتصيب الانسان? الدودة الدبوسية بتصيبه الانسان لما الانسان يتناول البوادات زي ما قلنا عن طريق الفم او اه بالطريقة الشرب او الاكل. البيض ده هيكبر ويبقى يكون دودة كاملة في الامعاء. الامعاء دي هتيجي تحط البيض بتاعها او البوايضات بتاعتها عند فتحة الشرق. لما ممكن الطفل ييجي البوايضات دي تيجي بالليل لها سنون كده البوايضات دي. فبتشك الطفل عند فتحة الشرق. فييجي يهرش بايديه مكان فتحة الشرق كل يوم بالليل. فالمشكلة ان ايديه كده هتتصاب بالدود او الدود هيبقى موجود تحت هيبقى على ايديه او تحت ضغفر. لما الطفل ييجي ياكل اي اكل ويياكل بايديه من غير ما تتغسل. ممكن يصيب نفسه تاني. كمان الام اللي هي بتنظف الطفل ممكن تكون حملة للعدو زي ما قلنا تحت ضغفرها فتيجي تعمل اكل للناس اللي في البيت. فممكن يتصابوا بالديدان الدبوسية. ايه الاعراض بتاع الديدان الدبوسية? معظم حالات الديدان الدبوسية مبقاش عندها اعراض. لكن اشهر عرض ممكن ييجي ان الطفل يشتكي بيه حكة في فتحة الشرق. خصوصا بالليل. وده الحكة ديه ممكن تقدي الى التهابات جلدية مكان الهرش ده. كمان ممكن الجلد يتعور او يتجرح فييجي مكانه التهابات بكتيرية. كمان الاطفال البنات ممكن تهرش من قدام مكان عند فتحة البول والمهبل وبتسبب لنا حكة في المهبل والتهابات مهبلية. كمان من ضمن الاعراض الاطفال تلاقيهم عندهم بيه ارقشوا سنانهم اثناء النوم. والارقشة السنان اثناء النوم بتشك ان الطفل يكون عنده ديدان دبوسية. طبعا هتخلي كتر الهرش بالليل ده بيقلل النوم عند الطفل ويبقى عنده فقدان للشهية والام في البط. كمان بعض الحالات بنشك ان هي الوجع يوصل لدرجة انها ممكن نشك فيه الزايدة الدودية انها اعراض زايدة دودية. ازاي نكتشف الدودة الدبوسية عند الاطفال? احنا قلنا معظم الحالات بتبقى من غير اي اعراض. لكن العرض الاشهر هو حدوث حكة حول فتحة الشرق. لكن تشخيص حالات الدودة الدبوسية ممكن عن طريق تلت طرق. اول حاجة ان الام بعد لما الطفل ينام بساعتين تلاتة تفحص منطقة الشرق كده وتشوف ساعات الدودة بتبقى طلعة. طريقة تانية ان احنا ممكن بنلزق شريط لاصق شفاف على فتحة الشرق. ونجي نشيل الشريط ده بالنهار. ده ممكن نفحصه تحت الميكروسكوب ده ممكن يكون مجمع بويضات الدودة الدبوسية. طرقة التالتة اللي هي فحص منطقة تحت الاصافر بتاعت الطفل تحت الميكروسكوب لان قلنا ان الطفل بيهرش بالليل فالهارش ده ممكن يجمع البويضات بتاعت الدودة تحت ضوافر الطفل. طب هل نعمل تحليل براز او تحليل براز مهمة في حالات تشخيص الديدان الدبوسية? معظم الحالات بيبقى ما فيش لا بتزهر فيها البويضة ولا بتزهر فيها الدودة الكاملة. فبيدينا آآ تشخيص خاطئ ان الطفل ما عندهش حاجة وهو ممكن يكون عنده الدودة الدبوسية. عشان كده مش بيعتد بآآ تحليل براس في موضوع تشخيص الدودة الدبوسية. علاج الدودة الدبوسية. العلاج بيبقى عن طريق ادوية الميبندازول والبندازول البندازول. ده ممكن يكون شراب لو لو طفل او اقراس لو ناس اطفال كبيرة شوية. الجرعة بتاعتها بتبقى جرعة واحدة وبنكررها بعد اسبوعين. طب ليه بندي جرعة تانية بعد اسبوعين. ده لان العلاج بيموت الدودة الكاملة ولكن ما عندهش المقدرة ان هو يقضي على البويضات. فممكن الطفل يكون عنده البويضات وبتنزل في فتحة الشرق وممكن الطفل يهرش وبعدين بتكون البويضات على اديه وياكلها او ياكل فيلوس الاكل او المية فيصيب نفس البويضات فتيجي كمان اسبوعين تبقى دودة كاملة. عشان كده بندي جرعة وبعد اسبوعين جرعة تانية عشان نتأكد اننا نقضي تماما على الدودة لو كوان التاني من البويضات. هل كل العيلة لازم تاخدوا الجرعة مع الطفل? لو الطفل فضل يتكرر عليه موضوع الاصابة به الديدان الدبوسية كل كم اسبوع كده لازم العيلة كلها تاخد. كمان لو جينا شخصنا الدودة الدبوسية عند الطفل وفيه فرض تاني من العيلة عنده الدودة الدبوسية بقى لازم ندي العيلة كلها علاج الديدان الدبوسية احنا قلنا جرعة واحدة وبنقررها بعد قصب عين. ياريت لو عجبك الفيديو بتعمل شير. ما تساش تعمل اشتراك في القناة والدعمنا بلايك. شكرا. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة